أهلا بحضراتكم من جديد وسيذكر تاريخ الكرة المصرية أن الموسم 2020-2021 كانت بطولة الدوري الممتاز فيه غير طبيعية غير طبيعية ده مش كلامنا ده كلام القائم على المسابقة المهندس أحمد مجاهد في استضافة الأستاذ أحمد موسى له مبارح نسمعه هو الدوري مش كان عادلا أو لا هو لم يكن طبيعيا يعني إيه ما كانش طبيعي يعني كم الضغط على الأندية ده مش الطبيعي في كرة القدم لكن هو ده كان الطريق الوحيد قدام الاتحاد كم من أن الأندية أن فيه أندية تلعب سواء بيرامدز مثلا أو الأهلي بحكم أن هم اللي كملوا المرحلة الأخيرة في بطولة كاس الأمم سواء الأهلي فاس بالبطولة أو بيرامدز لم يصل للمباراة الأخيرة النهائية الاتنين لعبوا مباريات بدون لعبين مهمين أثناء الدورة الأولمبية وده في الظروف الطبيعية ده في الظروف ما هوش هو الطبيعي يعني موسم مش طبيعي وحتعرفوا اللي مش طبيعي أكتر ما سيسرده عليكم من حقائق وأرقام عن أهدي الأهلي وأرقامه في هذا الدوري والسبب أنا عايزك تقرأ بقى واحدة واحدة ركزه مع الأستاذ إبراهيم الحقيقة ليه مش طبيعي لأنك لما تسمعه الأرقام دي هتقوله إزاي فريق عمل كل ده وما خدش البطولة النادي الأهلي مبدئيا لعب خلال هذا الموسم 76 مباراة في مختلف البطولات ده الحمل غير الطبيعي غير الأدمي بالمناسبة كنا جبنا ليفربول والمان سيتي لما لعب فاينال بطولة أوروبا كان أعلى عدد مرشاة لعبوها حاجة وستين مباراة لعبت النادي الأهلي لعبه من أغسطس لغاية أغسطس 76 مباراة في مختلف البطولات وهم أوروبا مع أوروبا أوروبا شوفوا السفر وشوفوا الصحة والبنية والعيخ وحاجات تانية هذا الرقم رقم قياسي في عدد مباريات لعب يلعبها في سيزون لعب لعبت الأهل الدولين لعبه أربع مباريات للمنتخب الأول وفيه ستة مع لعبه للمنتخب ست ماتشاط للمنتخب اللومبي عدد المباريات اللي لعبها كمان الأهل الواحد وواحده ستين مباراة لكن مع هذا الإجهاد اللي استبد واللي قتل عضلات اللعبة كان الأهل في هذا الدوري أكثر من سجل أهداف في جدول الدوري الأهل أعلى تسجيلا 72 هدف الأهل أكثر من له محاولات على المرمى 537 قدامكم الجدول الأهل كان أكثر من له محاولات صحيحة 200 وواحد الأهل كان أكثر من له أهداف متوقعة 100 الأهل كان له أكثر من له تمريرات 18616 ودي الاستحواز كان من أكثر من له تمريرات صحيحة وده هنا بس عايزة الرقمين دول أنا عملت 18600 منهم 15400 4500 4500 صحيحة صحيحة يعني مش لعب عشوائي يعني الأهل كان لهم أعلى متوسط استحواز على الكورة 60% الأهل طلع منه أعلى لعب سجل أهداف شريف هداف الدوري بصوا بقى على الرقم شوفوا الرقم الكاشف الكاشف المخزي للجنة الحكام الكاشف الكاسف المخزي للجنة الحكام لأن الأهل بهذا التفوق وهذه الفعلية الهجومية وهذه القدرة على صناعة الأهداف وعلى التواجد في منطية القصوم تخيلوا أن الأهل الأقل حصولا على ضربات الجزاء بعد كل ده الأهل الأقل حصولا على ضربات الجزاء بتسع ضربات فقط أعمى تمن ضربات تسع تسع ولا ثمانية مكتوب ثمانية تسع ضربات تخيلوا بعد كل ده ممكن حد يقول لي طب وإيه يعني ما جاتلوش الحكام مش هيقلفه لا جالوا جالوا وخبراء التحكيم على مدار الموسم قالوا لسلفار عيب عيب الأهل كان له خمس ضربات جزاء مرضوش تحسبوهم خمس ضربات جزاء ما حسبتهمش أفقدوا الأهل حداشر نقطة وده مش رأينا بالمناسبة هذا الرأي احنا أثبتناه لقطة بلقطة يوم تمانية وعشرين واثناشر كان الأهل بيلعب مع دجلة كان الحاكم أحمد الغندور وحاكم الفار حسام عزب ولازم أن يذكر حسام حاكم الفار لازم أن يذكر لأنه الشريك الدائم في كل مرتكب بل بالعكس في بعض المطشاط ضمن المرتكول كان من حقه يتدخل وما مرضوش يتدخل كان حسام عزب كان تعرض بكهم للجذب من الفانيلا أقرها الخبراء ورفضها الفار والحاكم يوم ستة وعشرين يناير الأهل كان بيلعب مع بيرامدز كان الحاكم جهد جريشة وكان في غرفة الفار الكابتن المدعو طارق مجدي وما أدراكم ما طارق مجدي سجل الأهلي هدف لبواليا احتسبوا جريشة لكن رفضوا طارق بقى مجدي ولغاه بجانب ضربة جزاء صحيحة لمحمد شريف انتهت بالتعادل 3 مايو 2021 كمت المأساة في المحلة ضربة جزاء ما تحسبتش من محمد معروف وحاكم الفار سيد شعبان هدف غير صحيح من فول وتغادى عن طرد ضربة جزاء لم تحتسب أيضا وطرد ايه؟ طرد كما يقول الكتاب يوم عشر مايو الأهلي كان بيلعب مع الزمالك وكان الحاكم أمين عمر حاكم الفار كان محمود عشور تجاهل الحاكم ضربة جزاء لرمي ربيعة يوم حداشر أغسطس الحالي الأهلي كان بيلعب مع الإسماعيلي في الإسكندرية كان الحاكم محمد الحنفي وكان حاكم الفار محمود عشور المباراة انتهت واحد واحد بعد تجاهل ضربة جزاء لصالح أجايه الكل أقر بيها واعترف بيها والغريب إن الأسبوع اللي بعد منه احتسبت لصالح الزمالي أقل منها وضوحا أقل وضوحا من نفس الحاكم بص بقى أنا عايزة أتوقف عند الحتة دي وكمل حاجة ما جاتش هنا هذا أتوقف إن الكابتين أحمد مجاد وهو يسرد بسرعة كده إن الفار غلت نتيجة إن ما عندناش الخبرات الكافية لكن في المباراة الأخرى الخبرات مهمة لا مش كده كل الأخطاء دي ده محمود عشور وطارق مجدي ويعني الغندور كلهم من أصحاب الخبرات ولكن الرقم الذي كان ينبغي أن يذكر عدد الأهداف الصحيحة الملغية للنادي الأهلي اللي تجود عدد النقاط لخمستاشر بالضبط كده حداشر نقطة ضاعت بسبب ضربات الجزاء وأربع نقاط ضاعت بسبب أهداف ملغاه ليكون الموسم غير الطبيعي للأهلي فيه خمستاشر نقطة وهدرت بفعل فاعل ترجمة نانسي قنقر